تحظى الرياضة المدرسية والقطاع الرياضي بهمية كبيرة لدى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما لها من دور هام في تلمية المواهب الرياضية بكافة أشكالها لدى الطلبة لسقل إبداعاتهم وماهبهم وستساهم الرياضة المدرسية في تحسين مستويات الأداء الدراسي كما أنها ستواصل المسيرة الناجحة التي أرساها جلالة الملك المعظم في حصد ما تحقق من إنجازات عززت مكانة مملكة البحرين في جميع المحافل الخليجية والقرية تواصل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرصها الدائم في تنمية القطاع الرياضي وتوفير كل ما يلزم لتحقيق المزيد من المكتسبات لإبراز تعزيز مكانة مملكة البحرين في جميع المحافل العربية والعالمية فمن هذا المنطلق جاءت القناعة الراسخة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للارتقاء بمستوى الرياضة البحرينية وخاصة الرياضة المدرسية لما لها دور في تنمية المواهب الرياضية لدى الطلبة في المدارس وكونها المكمل الرئيسي للتطور التربوي للشباب في المدارس هذه التوجيهات السديدة من قبل سموه للجنة المشتركة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية والتعليم لتطوير الصلاة الرياضية في المدارس والبدء في مشروع المدرسة الرياضية ستكون لها الثمرة الإيجابية في إنشاء جيل فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفي سياق متصل تتواصل الاجتماعات الدورية التي يحرز سموه للغاء المسؤولين في القطاع الرياضي المدرسي التي تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لما لها دور كبير في الإسهام في تحسين مستويات الأداء الدراسي عبر تعزيز حس التنافسية والعمل بروح الفريق الواحد كما تعزز الصحة النفسية وحس التنظيم والمسؤولية لدى الطلبة وفي هذا الإطار فقد جاءت تلك البرامج التطويرية في مختلف الجوارب الرياضية كإحدى الصور الفعالة للاستثمار في الطاغات الوطنية لتحقيق المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم وتحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي اعتنت بتنمية العنصر البشري وجعلت من المواطن قاية التنمية وهدفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر